من ناحية أخرى أكد مدبولي العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة والتي من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حيث أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي ضمن ما يتم عقده من لقاءة دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة تنفيذا لتوجيهة رئيس السيسي في هذا الصدد وشهد الاجتماع استعراض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة وموقف حصر منازل سكن كريم بجانب استعراض عدد من مؤشرات ومعادلات الأداء للمشروعات